اهلاً وسهلاً بكم في كلايميت ناو تحديثنا الشهرين لما يحدث على كوكب الأرض في حلقة اليوم نقدم إليكم بعض الخطط الاستباقية التي تساهم في حماية المجتمعات من مخاطر الفيضانات خلال الموجة المقبلة من الفيضانات جميع هذه الأشجار الميتة ستتحرك من مكانها وستصطدم بالجسور وتضرب المباني أيضاً بداية إليكم أحدث البيانات من خدمات كوبرنيكوس لتغير المناخ كان شهر نوفمبر الأكثر سخونة على الإطلاق حيث بلغت درجات الحرارة حوالي 0.8 درجة مئوية فوق متوسط 1981 و2010 هنا في أوروبا كانت فترة الخريف من سبتمبر إلى نوفمبر أيضاً قياسية وبلغت درجات الحرارة 1.9 درجة مئوية فوق المتوسط تغير المناخ يعتمد اتجاهات طويلة المدى في هذا الرسم يمكننا أن نرى البيانات الصادرة منذ عام 1979 وأن نرى كيف أن هذه التغيرات التي حصلت في نوفمبر هي جزء من الاحترار العام إذن ماذا حدث في أجزاء مختلفة من العالم؟ كان شهر نوفمبر الأكثر دفعاً في أستراليا وتحدثت تقارير عن موجات حارة في ملاوي وموزنبيق ثم في آسيا الوسطى كان الجو أكثر برودة خلال الشهر الماضي وصلت درجات الحرارة لديهم إلى خمس درجات تحت المتوسط وفي أوروبا كان الجو أكثر دفعاً في جبال الألب والدول الإسكندنافية وسجلت النرويج أكثر شهر نوفمبر سخونة على الإطلاق بينما سجلت كاكولم رقماً كياسياً جديداً بلغ 15.1 درجة لننتقل الآن إلى هذا التقرير مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض إن مخاطر حدوث عواصفة شديدة في بعض أجزاء العالم تزداد مما يتسبب في حدوث فيضانات وخسائر في الأرواح ومع ذلك هناك الكثير من الخطوات التي يجب القيام بها للاستعداد بشكل أفضل يجمع مشروع جديد بجنوب فرنسا بين علماء المناخ واختصاصي الأقمار الصناعية لتطوير نهجاً استباقي جديد للحد من تأثير الفيضانات تعمل هذه الآلات على إزالة بقية الأشجار من مياه نهر الأود ومخلفات العاصفة التي دربت المنطقة قبل عامين فيضانات العام 2018 كانت لحظة محورية بالنسبة للسلطات التي اكتشفت أنه عليها دعم منطقتها لتصبح أكثر قدرة على الصمود بوجه أثار التغير المناخي حاولنا أن نعرف كيف يمكننا أن نصبح استباقيين من خلال استخدام صور الأقمار الاصطناعية وأدوات مثل الذكاء الاصطناعي وأن نحاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة في وقت مبكر أن تكون استباقياً يعني اتخاذ بعض القرارات الصعبة مثل إخلاء وهدم بعض المنازل المعرضة للانهيار جراء الفيضانات هذا يعني أيضاً تطوير أدوات جديدة مع شركاء المشروع من وكالة الفضاء الفرنسية وكافرنيكس لاستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن جزوع الأشجار المتراكمة والكروم التالفة في صور الأقمار الصناعية هناك الأثار الناجمة عن الفيضانات مثلاً جزوع الأشجار المتراكمة والكروم التالفة لكننا نتطلع أيضاً نحو المستقبل لمعرفة ما يجب القيام به وفي هذا المشروع نحن نبحث في خمسة فيضانات كبيرة في إحداث كبرى بدءاً من عام 1999 ومن خلال صور الأقمار الصناعية لمعرفة ما حدث حينها يمكن استخلاص الدروس للمستقبل لطالما دربت العواصف الممطرة هذه المنطقة لكن خبراء المناخ في المشروع من خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية يقولون أن هذه الظاهرة أصبحت أكثر حدة وتكراراً نتيجة لتغير المناخ مع غلاف جوي أكثر سخونة وخاصة في البحر المتوسط فإن العواصف تكون محملة بالكثير من بخار الماء بسبب درجات الحرارة ما قد يؤدي إلى انبعات كميات أكبر من الماء أثناء هذه الأحداث القاسية بالعودة إلى ضفاف النهر التركيز الآن ينصب على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحد من الأضرار عندما تضرب العواصف مرة أخرى الصعوبة هي أن الفيضانات تحدث دائماً ما يعني أن ضفاف الأنهار والجداول ليس لديها الوقت الكافي للتعافي لذا وبشكل تلقائي كلما ازداد عدد العواصف لدينا زادت عوامل التعرية وكنا أمام المزيد من الأضرار إذا لم نتحرك بشكل استباقي المشروع موجود حالياً على نطاق إقليمي لكن الهدف منه هو تطبيق النهج نفسه في المجتمعات الأخرى المعرضة لخطر الفيضانات في أوروبا للمزيد زوروا موقعنا أرىكم لاحقاً